حتى لو في الدوري وكي كي بمركز مش هيفرق وريدي محسوم ستل يعني تعامل ديربي المغربية ياب مدلا اصلي حالية يا بارالايز ان احنا هنشوف حاجات هتبقى حلوة جدا الماضش ده يعني ما بقاش فيه استرس خلاص يعني كده كده مش فرقة بالنسبة للفريقين مش هغير اي حاجة ببتالي ممكن نشوف الماضش جميل جدا مفيش يعني حتى وكسب ده اتوقع ان المواجهة المباشرة كانت روحت لفريق عبال كان فريق عبال هو اللي كسب في المواجهة المباشرة فبتالي حتى لو وصل لنفس الترتيب عبال هيفضل معاهم الافضلية بفتران ان هما هيكسبوا النهاردة وبكرة لكن خلينا نشوف الدرافت هيمشي ازاي وإيه اللي هيحصل اخد بالك اتسببس ونروكيا بيلعبوا النهاردة مظبوط مش ميرف ولا فروزن فخلا نشوف يعني هيفاجونا بايه كبابس استراتيجز اللي هعملينها مع بعض انا نشوف الاول اول بانس لحدي اعكاية الشيخ اكزان بيلعب بس اكزان لعب مبارح اعاطقت اه فالهو انا بتتلم على الحد الرئيب دي دي عطرت اكسبيرس ونروكيا ملعبوش مبارح اه نروكيا لعب اتسبلين كارو اه لعب كلمة دوب او بس 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 اعزوا الحاجة انا بشوف لو شوف اكسبيركس والله اول حاجة تيجي باللي ريفن اعلا تنكنس انس اول اول دنتشاب أول حاجة بتجي فاليا دخل prisنة مثل ريين بس كانnos كارثوس يا communication كان دايما مفرادر شرائع لابدته لأيكس بيكس شال سابو كارثوس و Holiday قد يقدر إذا كهتم ي 케لا بان. سيiso بجوا، أنا كتب الكلام بشير أنا فاكر أولا جوان ب intentions كان بيسفام الجوين كميل وستيل بيلعب ويكسايد تلعب حاجات تنكس برضو ده عبدال امين زمان يعني كنت لعب معا كان ارنو الساين يعني ارنو الساين ليس متاحالية ولكن ارنو ستلان اوبشان يعني واتوطعم اكسفكتن اكسفكتن كميل او جوين صراحة ايه كميل اللي مبين بتوعه وكانه انسين بس 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 اقول حاجة الصراحة طالما فيه كارسوس امش عايز اشوف كبير لانه بحب كارسوس في الجونجل حط فل اي دي تيم مان يعني خلاص انسى بقى ال اي بي وبتدي بقى لعى فل اي دي لان كارسوس يعني محتاج ان هو يبقى هو ال اي بي الوحي عشان اولا الاني مي تيم يا اما هيبلد اما ار اللي هو بس يا اما مش هيبلد اما ار وكارسوس هيدوس اره وبعا كان مش هيبقى فيه ااني مي تيم اوكي وعا كان يتحيق لي المبارح ياسو النهاردة يونيه ام اوكي اي اكدخل على الاخوات ام اتزال تنالي اوكي اي اغتزال تويتش يون كارسوس اره احنا اخذ الاسكلين داي وشافتي بقى اخذه ام اتزال استيقى اصلا بيكون انترابت بس 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 فيه حاجة او استيقى انترابتت في تيم فيت من اول تيون اساسا حتى مش تقدر تراجع عليه لو ممكن يحطك في كده لمدة ثانية ونص او حتى لو كان مع الويند دنيا وارفع تاني هوافت كتير. اه احنا شاهد غوكر كتير قوي بيلعب ستة ليجن وشفناه وكمان ستة الوقت الكونتر لليونية. انا بتكلم كاتين فايت ما دينون منشل من اللين. بس صراحة كاتين فايت هو يعمل له انترابت جامل. كالين ومفروض ليلية تقدل بايتالو. اخد موفمت سبيد بقى وجامل عند اي كامب. اه تيجي مثلا من عند الستراتل بموفمت سبيد ويقتلوه. لان هو ايزي توكل في الارل صراحة. ممكن ما عادش ستير قوي توصل له. غير الات تاعت ست. بس دوبة يعني. من ناحية لو هتلعبها من ناحية كورثوس على ليلية وست. لقى ست معايا قوي معا شيلد. وفي موفمت سبيد صعب ان انت بتاعتك من ناحية كورثوس. بالنسبة لتو في المدلان. اوكي. وزي ما احنا شايفين البانز اللي جات من عند فريق تي بي ال ان هما بيحاولوا يشيلوا للشامبيونز اللي ممكن تلعب مع التويتش في ماتش زي ده. وفي نفس الوقت بيلغوا الكاونتر اللي موجود من عند ريناتا. فبالتالي بيحاولوا يبعدوا الحاجات اللي ممكن تدايقهم بالفعل. فالبانز انا شايفها اوكي كويسة جدا من عند فريق تي بيل. من ناحية تانية فريق فوكس شالوا السرافين وشالوا البروم. الاثنين دول اللي ممكن يدايقوا فعلا الطريقة اللي ممكن فريق فوكس يلعبوا بيها. من ناحية تانية وجود الراكان يا باراليس. ابحسة ما تشوف بروم معا انك عايز تاخد نوترس عايز تاخد ليونة. فعلا دازنت ميك سنس كن انك هتاخد انشانتر. وتبان بروم يعني مش منطقية. بقى ليه. فعلا طالما بقى انت بروم بالذات انا نشوف حاجة انجيج بقى نوترس بقى ليونة. ايه 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 نوترس. ممكن كمان نشوف في التوبلين حلوة جدا نصاد دركان. ايه. ارن في التوب سايت. ايه ممكن نشوف ارن في التوب سايت. الان انت بعبس محبش أرن وصاد ست. انا اعرف ان ده ميدلين واده توبلين بس احس فعنا. اقام تبك بتخليه او بإيه اتكتر. لان ست ازا ما اتكلمت. اه اقام اه. ازا ما اتكلمت. اه ست كويس في الليل دي بالذات. لو جبت له نوتلس. ايه سوريا لو جبت له أرن. انت كده بتخليه خالص الفاليو. بقى اللعب بقى الجاه. طب نفس الكلام بشوف برضو مش مش باعي. انتقابت بس كده ايوه بس كده شكرا شكرا اقول لك ليه لان انا تاني مع فكرة ان انت خللي كرس هو ال ابي الوحيد اياس يون عنده شوية ابي دامج بس مش مهم يعني يعني ستيل برضو هي ان ادي شامبين فااا ياس اتفاعد ولكن هلا بقى مع فكرة الفيورة تاخد بلين بكتو بلين اي 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 انا اطشور صراحة بيول سيبه على حسب باتي بيال هالعبوا او بس انت قدما كان بيرفك صايح يعني اوضح الاورود اوضح اوضح انتو فيورا اوه اوه مالفيت اوه اوه مالفيت اوضح تويتش بس ويونيه شوية برده باتك سبيد اوه بس اوه بس اوه مش عارف اريحه الست شوية ممكن انا مشاهف فلو مع مالفيت يعني مشاهف ان فيه فلو كويس ممكن اكون موجود اوه اوه في حاجة عايزة منشانها اوه حيالفكه ان انت كان حدته البرشير كله على الكاري واحد على زيري. كل دول تولز بتستخدمها ان زيري واحد يعملها واحد يعملها واحد يبعد علىها. كل دول اه كل دول تولز من ناحية اريو. اريو هو محتاج يتبني له سبيس عشان يقدر يلعب. تخيل بقى اريو هو اللي تعمل له كاتش مثلا من او من تويتش خلاص جيمز اوفر ان انت انت بتلات دامج. يعني انت بتلات دامج كتير معك على ركان هتقدر تعمل كويس جدا. بس اماجين اريو هو اللي تعمل عليه الاوليندا. او او اتعمل من خلاله هلس ومالفايت جوافل فايت. انا مش عارف ادرى بقوته اصل. لان تقريبا معك واحد. اه. معك اربعة داشز او 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 اربعة بيقدروا يوصلوا الرنج بعيد. ناطلس ومعك يون ومعك كمان فيورة وتقدر تختفي وتفلانك من ناحية تويتش وتقدر تكارسوس اولت. عسفورتس اه بالنسبة لي الصراحة اي لايك الدرافت او. اوكي. هوا بتاعهم قبل كده اللي كانوا اللي كان ناجح معاهم هو بروتكتي ايريو. او. احب ايريو ايريو هو اللي يلعب وطبعا شكما الاداة بتاعهم بارح بصراحة بالكايسة كان تحفى. كان لائب جيم قدام جي كي كان قوي جدا قدامهم. فبالتالي. كان كايسة ولا بتويتش? كان كايسة? نو? اوكي انتظر. انا مش فاكر بصراحة انا مش خش معك في الارجمين دي. بس هيا لي لائب تويتش بس انا بناطش ورين طب. كان تويتش صح. اقول لك كل مرة بدخل معك في العار كان يبقى اخسارها. فانا غلال. لا 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 صح انت صح انت صح انت صح. كان تويتش لعب ما اتذكر. ولكن يعني كان اللي كان لعبه برضو تلعب ادائك كويس. كان تقريبا هو اللي مخلي الجيم اصلا يبقى فيه من بالنسبة للفريق بتاعه. فان هو يلعبه بروتكتي ايريو وهو بيلعب اي دي سي. زي زي في المتا وعلى ايريو في عطاكت دي ممكن تبقى بلا نكحة معاهم. بس من ناحية تانية فوكس انسرز صعبة. صعبة ان انت تقابل حاجة زي كده. زي ما ليجا نتكلم الكرسوس ألتميت مع نوتلوس ألتميت واي حدي يفور اللعب عليه. مش هيبقى فيه بيلنج كفاية قوي على الزيري. ان ست هو العمل البيلنج ده. ممكن ساعتها يبقى فيه اوبشن تاني. بس خلينا. بلنقى اليون لما ينجج ده ينطرس لما ينجج ان صانع. بزبط. طيب. بالنسبة لللينج كفيز بقى و المتعيش بتاع الشونجلر. شايفوا يمشي زي هبارالايز. اييي هي. ايه. انا تعليم تردد نيو فولدر يعني هي التحت ايريو ويلعب نحية الاريو اليقنور اي حاجة تانية او خليك بال ايريو. انسبكت ان جاي حاجة من اثنين. يعني إما هتروح ميدلين عشان انت معاك سيتا بكويس ناحية الميدلين إما في البوتلين عشان تقوم الزير ممكن بنا نتكلم علينا بس نشوف الأول المقارنة الجميلة دي عشان افيل انها مهمة جدا اوكي ليه مهمة؟ عشان تشيروا افيل انه هو واحدة من التالنت عندنا في المينيون سين ها انسان يعني الولد فعلا صغير بس يعني ها انسان عشان عنده مش طبيعي يعني في سنه ده ونفس الوقت تلتلورد is good in my opinion يعني فحس ان انت تقارن تلتل ببعض عايب اماتش بقوة منهم لكن تركيزي اكتر على تشيره بصراحة لكن تلتلورد كان كل مرة بتشهل منه الكارسوس يعني انا عايز يشوف فعلا الفالي هتطلع عاملة زي لما يلعب اقبتشامبيون هو مسترعيح حالية ودايما بيتطرجب بان منه سوري ده كان تاخد منه ها اخد منه انا كل ده عاكس انا كل ده كل ده في بالي ان الكارسوس هو تلتلورد عما قول تلتلورد مسايح على كارسوس اوكي اوكي طيب من ناحية كارسوس بقى بيتهالي هيفرم بس رغم انه عنده تويتش ونوتلو ستاب كويس بس ستيله هيفرم بس لا 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 هيفرم بس 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 هو هيفرم بس 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 في حاجة اضيفها هنا من ناحية كارسوس هو يقدر يجنس بوتلين اسلي وتوبين كمان ده مالفايت مالفايت انت بتقدر ان انت تعمله سي 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 بكل ريحيات اسهولة ان انت كمان لو لعبت ال ١٤ اعتقد فورا هها بتديك ازياد على الاين ان انت معاك المعاكي الى موفن تصد دامج وترجعه ان هو تقليم عليه سلو وكده وتقدر ان انت تايم بكارسوس بيوز فشاف انه لو يعني بعد ما يخلص فارم وكده روح بوت بس ميدلين حاس ان انت لو تقابلت في تو في تو مع مع ست او لجل انت اتكسر عطوان او يعني خليت من بعيد يا ده العب على مالفايت او العب على فكتش والله اعاس ان انت مش تقابلت في تو في تو او اتكسر عطوان او صراحة يعني حاول يعني العب معه في الليت لما تستريل بداش في الارض او كي طيب عند فريق تي بي ال ده ممكن يكون مهم جدا يعني او يعني مش عارف بصراحة الموانجة المباشرة كانت حصلت ازاي ما بينهم بس بنسبة كبيرة هيبقى صعب ان هما يوصلوا ان هما يتقهلوا بس الماتش ده بفتراض ان هما مش هقدروا يحققوا اي حاجة وهينزلوا كده كده اثباتنا اثبات ذات مثلا اثبات كومبو بجهجة نفسهم مثلا للسبلات اللي جاي ولا يعني الدافع اللي خليني ألعب ماتش زي ده وطلع كل حاجة عندي يا بارالايز عشان انا ده ديربي مغربي وانا مش عايز اخسره اهم حاجة يعني انا ده لي انا لو ما كان تي بي ال او مش هم عايز احيان كده عارف بيجي لك حاجات مشتري معي واخوض رجاجة زي ما انت قلت مش هتفرق اويس واكست اخسرت بس انا مش عايز اخسره صادة التيم ده مثلا عشان انا في بنا فعهم ونفسها فعايز اتمر كده اعتقد اعتقده ده يبقى اهم ده فعي انا لو ما كان تي في ال للصراحة اما كان راكار اما كان انسان يبقى وده اللي في الماغي بلد انا مش هخسره صادت بمروكيا في الوطلين الوين كونديشن اللي ممكن تبقى موجودة عند الفرقين يعني ممكن تحددها عند مين احسن او تبقى عليها اعلى ومين يبقى معاها افضلية في الوين الجيم ده لجون لو هتكلم على الوين كونديشن اه لو هتكلم على الوين كونديشن ناحية تي بي ال او طبعا هيكون هو اريو لان زي ما تكلمنا التولز كلها بتساعد ايريو انه هو يكون الهايبر كاري بتاع الجيم فانت محتاج مين في الموضوع ده محتاج ان الست يكون معاش وقت ليد محتاج ان اليريو تلعب الراوند من ناحية فوكس يعني فوكس بص لو راكست مالفايت مثلا انا عمل كاتش تويتش وتويتش مات ستيل معك ثلاثة ده مش ديلرز معك يون معك كارسوس وستيل معك فيورا فالمشكلة هنا ان انت تخلي ايري اوفر فيد مش هاجف حاس ان ده صعب ان انت تنفزه عشان كده حتى من قبل ما نفوت انا راحت مع فوكس جيمينج الدرافت بتاعهم بالنسبة لي واضح اكتر وسهل اكتر من من تي بي ال ان انت معك وان بيرسون بمجرد ما يموت او يكون له هلس او خرج برا الفايت او مخدش ليد اناف في الايريو انت خسرت الجيم لو هنتكلم على فوكس ممكن اقول لك تويتش ان هو يلعب اللين تلين وياخد سي اس محترم هيقدر ان هو بالباريكين والالالتيمات بتاعاته ان هو برضو يقدر يشيل الجيم نا اوكي رائقي اولا ان الست يدني ليون ما يخليش الليون يوصل للزيري مالفايت يدني التويتش ما يخليش تويتش يلعب بقى رياحية خالص او ما يظهر يديره علطة على طول او مسلا يفلش في بيت الفلاش بتاعه كارو مهمة يعني ان مالفايت هتبقى مهمته تويتش ست هتبقى مهمته يون بس وبعد كده بقى زيري جود لك بقى فاهم ماشي حالك ماشي حالك ماشي حالك مع التين كله بقى خلاص انت حط في دنك تراست يرسيت ان هو هيدني منك ليون تراست انه هيدني التويتش وفي نفس الوقت خلاص بقى وريني الميكانيكس بتاعك بس حت زي الليليا والركن اعتقد هتبقى سيتيوائشنا مش هيبقى عندهم مهمة كده عرف دقيقة تراست تسوى طايم اكسبيكتنج شاي دي الطريق اللي هم هلعبوا فيها تين فايتنج ولكن صراحة زي ما لديجن قال اللي بحس الدرافت خلص وانا عارف فوكس وحاجة مان صراعا اقتعاد هاي لايت عليها بحس الكوتش بدرافت كويس هو اللي فعلا بيعمل لك درافت كده انت شمحتك كم فيه حاجة بس متعملش حاجة يعني فعلا كل تبقى كمات تعملش حاجة ما خليت تلعب الجيم نورمل على النورمل مود مش اللي هو يبقى فيه حد مجاب علي فاللواء انا دخل خي لأنا كيف ألعب نورمل جيم عادي بقى اللي احصل هو اللي هيكسل اوكي خلونا نشوف بالفعل الا يحصل ما بين الفريقين دول فوكس وتي بي ال مع سموث وجيلي فاش لكم الكلمة اعزينا مشاهديين دخلنا لمباراة قبل الاخيرة ولكن مش اي مباراة هذا الدربي المغربي ذي بلاك لوتس وليت ذي بلاك لوتس وفريق فوكس جيمينك اذا الدربي المغربي مرة اخرى جيلي فاش متشوقين جدا صراحة ان انشاهدوا هذه المباراة انا داخلت عايب هيكي لسمعته عادي اوه سوري يا شباب ما سمعتمي ايش اا كنت نحكي انه صحيح هذا هو الدربي بتاع ديال الدريري بين TPL و Fox Gaming وعلى ما يبدو أغلبية الناس يتصوروا أنه فريق Fox Gaming هو اللي مش يخرج منتصر بهذا الدربي انت من هم سموث؟ بالحقيقة عدم وجود أكاشي يجلي فيش و ميرف ممكن يغير في التيم بلاي من ناحية Synergy ولكامرنسيشون والبلح فوكس فيزوا فبالحقيقة أكازان ما زال كل عادة يعني بالمستوى اللي تعودنا عليه ما شاء الله لعب قوي خاصة لما تعطيه هاتشامبين مثل ياسو مثل يون بجاء الأخرى فريق The Black Lotus مركز بشكل كبير على إيريو يعني إذا إيريو مايكونش موجود بالعوتبوت دامج فالوتيم فايت كلها تفشل بالنسبة لفريق The Black Lotus ويوم أمس تصار نفس الشي بالجي كاي إيريو كان بالتويتش وكانت معها اليوم يكان فهمت تركيز كبير أنها تفانل كل شي على إيريو فالآخر شفنا الكثير منها ثروز صارت من إيريو وفريقتي بياه بالحقيقة إذا تشرر الشح فائز فوقع فوكس في مباراة هذه ولكن مرة أخرى ديربي المغربي دائماً إفجأنا بنتيجة ما نتوقعوهاش نتمنى أنه انتفاجوا الحق يعني يكفينا من السطومبس اليوم اللي نشوفوا شوية مباراة متقاربة شوية حماس نبقى والآخر دقيقة مش عارفين شكون يخرج منتصر وصحيح معناها كما قلت أنت البارح بالرغم اللي ميرف وأكاشي غايبين عن ساحة الثعالب بلا أنه الحق أكذا يعني قام بدور وأكثر من اللي لازم البارح ولكن المرة هذه في التوب لين يرجع محبوب الجماهير إكسي بيكس عندي برشة مش عارفتك بس تقولي إكسي بيكس ظهور لي هكا تطق بصحيح هكا ولا إكسي بيكس أنا هنقول إكس بيكس أما إكسي بيكس بيه يا زي أحلى أحلى إكسي بيكس من يوم ما تعلمنا نجمة جالاكسي و إكسي بيكس و زيب لك لو وهو كذلك باعمة أوكي إلى حد الآن المبرات هذه يمكن مهمة برشة بالنسبة لفريق تي بيه الفريق تي بيه العمل ما يبدو في أسفل الترتيب إلى حد الآن هو ثاندر كلاود فكل واحد فيهم في حاجة إلى أي فوز ممكن يقتلعوا الآن تحديد أحلى من خلق ناروكيا في الغير وأخيرا تحديد أحلى ناروكيا لأنه صراحة عنده قدام كبير خاصة نشوفناه في الأي سي الفار يعني لعب عنده قدام كبير ممتاز حتى ميكانيك ليه أم إكس بيكس اللي نشوفه عنده فيفور بل ماتشوب لحد لقياه إرلي جايم بنسبة ليه أقبل ما الفايت يبدأ يشري في الأرمر خلينا نشوف كيف إكس بيكس ممكن يترانزشن هذا الـ الريليد اللي عندو الاخر محاولة فاشلة من تلفلورد وشيرو اول مرة كذاك وشوف على الكارسس مستنسين نشوف العب بشامبين اجرسيف اكثر جيري فيش بلاي مايكر نوعا ما وشيرو اما صحيح يعني بالعودة للتوبلين تصور هذه شوية مناوشات يعوده واحد بشيموت اما بالنسبة لما الفايت يعني على قد ما يمر الوقت على قد ما يصير اصعب على خاطر ما بعد الفيورا بمشاهده ماناك 20 مليار ليس بكون مهم برشا احسن سلاح ضد الفيورا هو ان تحصلها في الأتاك سبيدا لا يمكن انشوفوا الاعة الاعب لكنو بخلاف هذا الارم لا يجب ان تلعب دور كبير جدا في الاتام اما كنت كنت ترى ان يلعب العرش الفيورو م dataset يفت اصدقى لسين زينزا والفياغو فياغو حبيت نشوف فياغو شوف وفياغو ذا يتحول إلى يعني ليليا مالفايد سيت ولكن عندنا كارتس كذلك ما عاش نعرف ننطق كارتس ولا كارتس مص المموري ما شاء الله مرة أخرى اكس بكس اكشلي من ناحية الـ HP والله والله تعودت بشكل كبير على الاجبشنز تحية لكل الاجبشنز بطبيعة من عن سوش واشهر عديته في مصر تحية من عند سموز ولا سموز انتو مختاروا يلا عمنا جانك في التوب سايد اتوقع اكس بكس مازال عنده ريبوست ولكن يكون صعب عليه جانك ممتاز جدا من تيلت لورد فراش ممكن يكون متأخر ريبوست موجود ولكن فرست بلاد اول كرة اللي روح لتصالح فريق ذبلك لما حالة مشكلة ان الفلاش كان دسبرت شوية يعني ما حسنته انا بخادر ينقضه من الموت يمكن حاول يعمل فرس فلاش يقول من أم بيرفكت تلت لورد ولكن الشي داي مصارش مكانش محتاجين انهم يصرفوا عليه سامن راسفلس فتواتك اخير من أم بيرفكت يخلص على حياته ويرجع مره أخري بس عمل ليس أحسن بداية الإكس بيكس لحقي لا حس ديما الأعين موجود على إكس بيكس معناها تنتظر فيه بش بيرفورم يعني لنقول لكن أنا منغمس جدا في الكومينيتي المغربية منحب نفهم شنو سر حب الدريري لسيد هدايا ما السر؟ والله أنا زادة منيش منغمس لحيخة في الكومينيتي المغربية تحية لها مطبيعة لكن حسيت انه معرش هو لما بديه في فوكس ما نكذبش عليك اتوقع كان معناها كيفش نقولها بطريقة لطيفة كان معروف بشوية فايل معرش كيف نقول معرش معناها جاء في فترة انه بش يعوض الاكس بيكس بيكس قوي متع الطريق فأمامه حمل كبير فحسيت انه اه كل شو نقول اه حسيت انه شوف شوف كومينيتي المغربية و كم نفسها كما التونسية جيله يتفايل يضحكوا عليك و كتعمل اوت بلاي يباركولك وااا حسيت اكس بيكس من ناس اللي انكونسيتن فامباراتي فايله و مباراتي يبرفورم خلى الكومينيتي المغربية اكتشت ليه معنا متعلقين به دايما يكومنت على البلايز اللي عملها معتها تفسيري معا هل تتفقوا معه تشات او دريري في تشات؟ كان فاهمة حاجة احكيونا معنا كان فاهمة سبب اخر لحبكم ليكس بي بخلافة لانه يلعب في فوكس معنا ومدام احنا نعطيه في التحايا خلينا نعطيه تحيي لسنيو زايد الاكتوب لينر بتاع فريق فوكس جايمين وين حيو السيدة ذاك؟ كون؟ سنيو سنيو اخويا قاعد كان يلعب مع التبيل و جاء وقت خرج لانه يزيم الله يسيه تعد يكتفيف هذا الحد والله رغم انه كان مبارئته في التبيل الحقيقة يعني مبارئته بالفيورة خاصة ان كانت ممتازة ولكن متوقع انه مش عارف ما كانتش فامة تيم سينرجي وسنيو ممكن من نوع اللي كومبتيتف بشكل كبير فس لما يشوف السكور متاع التيم متوقع ممكن ما يحسش روحه موتيفيت وانه ليس موتيفيتن كذلك تجيلي فيش الحقيقة انك تلعب بشكل ممتاز وممتاز ومبعد تلقى فريقك دايما خاسر منعش بتبيع الحال شنو اللي صار انترنلي لكن كذلك لازم مكون صريحين انه دايما لما تكون بيست برفورمانس ولم البيست برفورمانس وكل فريق فينا ساق انخفاضي بحس روح بموتيفيتد كذلك اكيد الف بالمئة متحبش كل جيم تكون انت الكاري اما بعيدا عن تاريخ انترنلي حشاني تشات قالنا وحفري معناه لكله صحيح الحمدولله يأكد تشات على صحة كلامنا وحفري نظر في راحة انقاج في التطلين الموبرات هيت قد يلي فيش تحس انه ما فهم شايف تحسنا احنا نحكي ووو والجايم نفيه شايف يلا فيها التمنية الأول والتمنية الأول اللي The Black Lotus عن طريق ريو والتيلت لورد وإنسان ولكن في موانفيون موجود في التوب سايت وتمت حاضر من إكس سي بيكس أمبرفكت تستعمل ألتميت متاع مازال عن دور فلاش بتلعت الحال إكس بيكس قاني بيدامج كبير ولكن سلو موجود من أمبرفكت إكس بيكس يفرز سيطرته في دي لينك فيه وعلى ما يبدو الأمور بتصير أصعب وأصعب على هذا الصخرة على المالفايت على ما يبدو زادة ثمة اهتمام بالريفت هنا عند الأستاذ تشيروا البرايو موجودة في التوب لين بطبيعا نصور حتى في الميد لين ركزان قادر أنه يأخذ البرايو مثل ما ولا واحد ممكن يزعج تشيروا لهن به بالرغم من هذي كل تيلت لورد هو المتفوق من ناحية السياس الجنجل لما أول مرة تحت الكامر على تويتش في البوت سايت أول مرة أرى في البوت سايت محليه هاي ظهر اللي شفناها من قبل لما كنا لاهيين نصنعه في النظريات يعني حسيتلك كامل كلها كنت على إكس بيكس ما عرش عليه شوفت وليت حتى أنت تحب إكس بيكس خويا ريد هذا كالسحر اللي عمال إكس بيكس إفكت نلاحد الآن بخلاف الكيلة اليتيمة اللي شفناها جهة التوب سايد باقي الكل وضع ريلاكس وضع هادي الناس الكل تفرر من الناس الكل تنتظر لاتجيم على ما يبدو سموث بشي خدم مصلحة فريق فوكس جيميج أكثر بكثير من TPL هذا اللي كنت شو نقوله بالضبط حس أنه كارتس فري فارمينج حس أنه تويتش فري فارمينج ما فهمش أي نية أنه تفوردن فورس بلاي من جانب فريق TPL مش ساهل كذلك أن نحكيه على فورس بلاي ولكن توقع البوط سايد ممكن يكون محل تركيز تيلت لورد لحقيقة عندك راكان وعندك زري بالإكزوست وامامك تويتش اللي مفره الوحيد هولي بالفلاش ولكن في ضايف موجود من أكازان يفتح لسيد سيلد معها الراكوية موجودة من توشير ولكن هاي ميكر شيلد يخلي شاد وولكر على قيد الحياة نايستراي صراحة بندوي أكازان و توشيرو ولكن دامج لم يكون كافي اوه شاد ووكر ايه القاعد؟ يعرفها بيتك اكازانا دي يعرفها بيتك اوه سايفر هاي انا مجموعة يشافي الوايف تحت برج على ما يبدو ثاملين جانك جاية من عنده شيرو كما قلت انت الحق يمكن لازم TPL يبحث عن محاولات فانش وما يسمحش للشباب أنه ياخذ راحتها في الفارم على ذكر الفارم ساده في الميدلين اثر الآن شادو أنه يرجع مرة أخرى للباس وقاعد يخسر في شوية اكسبرينس اكازان متفوق عليه بوان ليفل الآن وبما يقارب ثلاثين يبسكور في ذا TP تم استعمال من اكس بيكس في الوقت المناسب لياخذ الوايف مجال أخرى كذلك فهما TP من اكازان اكازان متفوق من ناحية CS مياتين CS قرانتان بثلاثة وسبعين مجال الأخرى لوناتيك ممكن بالريكول الآن بالضبط في كربو، وفمبير إكسبتر وبيككس الحقيقة يعني مانيش فاهم شنة الخطة متاع فريق TBL أوكي ميت جيم متاعهم قوي برشة ولكن في نفس الوقت قاعد تعطي في فري اسكيلينج الفريق فوكس أه ما عرش حنحب شوية بلى زم مش عارف الحقيقة وتوقع أنه ليفل 7 الزيري والركان إذا يفوكس هارد فوكس التويتش قادرين يقتله مش عارف صراحة عشان يخطط فريق TBL فور شور إنهم بشي حاول يركزوا على التنين الثاني بشي حاول يعملوا كونتست محاولة تنجيج من ناروكيا ناروكيا ممكن يكون في صندويتشت الآن هدا الفيس بريكر حاضر من شادو والكر ناروكيا يؤثر يسعمل الفلاش دريج لاين دو مان نوكاوب موجودة لأي من أم بيرفكت وأول كل يروح لصراح شادو والكر في تيم فايت وتمت موجودة الرتا تام من لناتك هذا النوكاوب حاضر من كازان وتمت تريبل مان نوكاوب موجود من إنسين بهذا الركان إنسين وكازان عليه لإغنايت تيكينغ وفريق TBL بالدابل كل هذا البلاي اللي كنا نستنيوا فيه ولي نحكيوا عليه وأخيراً TBL يتخلص ملاعبي فوكس ومامهم التنين في دقيقة طرحة جميلة جداً البلاي سمعوا كلامي تخصم يس وقيت قالك وقيت أن نوقف هذا الملال اللي قاعد يصير في القيام وعندما يبدو بشي نجر على هذي البلاي أه لا مازال بكري على تنين مازال قادر أنه فريق فوكس جايمينج يعمل ريسات ويعاود يتمركز حول الدريك بيت ولكن وهذا ما مش ولكن نرجع لله رفنون أنو موتون وابري لحقيقة الكومينيكيشن كانت غريبة لأنه ناروكي كان حابب يعمل روم فريق القروح ووحده أمام ثلاثة لاعبين التهموه وبعدها شفنا إنسين وبعدها شفنا إنسين بكل سهولة ما فيش أي رد من لاعبي فوكس وهذي وتبعت الحال جيلي فيش ترجع لقوة ودرافت من فريق تي بيل عنا ومبو كومبو ممتاز نحكيه على ركانه والفايت وفولو أب سريع جدا كذلك يكون موجود فيالله ماكس رينج فيس بريكر وللو كان في خطر مع وجود أمام ثلاثة في اللحظات هذي الكل سموث حاجة مهمة صارت في التوب سايد أو البرج يلفظ أنفاس الأخيرة ولأن أمبورفكت مش يلقى نفسه في مكان محرش شوية نفس الشيء ممكن يتبقى على إكس بيكس اللي مفروض أنه يكون ممتاز إذا كان يحب ياخذ الفارم هذا ممكن تيت لور الآن يغتنم الفرصة وحاول أنه يقمع هذه الفيور اللي متفوقه من ناحية الكراود من ناحية السياس على أمبورفكت ويلاحظ الآن تحس أنه فريق فوكس جايميك هو المنتصر يعني في أول 14 دقيقة الريفت هيرلد اللي كان موجود من توشيره كان مهم جدا إكس بيكس الآن وعنده نوتوريتي كبيرة في التوب سايد في نفس الوقت وشيروا فريفارميك مية واحدة شنسياس على فكرة أكثر من الفارم متع تويتش الموجود كذلك أكازان ما زال سكيلينج بهذا اليون رغم أنه إن قريب جدا من نجيب سولو كيل علشاد ووالكر ولكن جادير بالذكر كذلك أنه في الفايت الأخيرة اللي يفزوا بها تي بييل إريو كان فريفارميك في البوت سولو إكس بيينج كذلك فهذي زر يبش تكون قوية للغاية صراحة وميد جيم نشوف أنه فريق تي بييل هو الأقوى وخاصة إذا لوناتك لا يكون قادر أن يجيب أي كيل هو أكازان فالوضع الأحد الآن ممتاز بالنسبة لفريق تي بييل ماذا؟ وعلى ما يبدو فريق فوكس جيمينج فقط يجب أن يسورفايف الدقائق العشرة قادمة خلينا نقوله حتى يبدأ سكيلينج في فل سوينج مجلية الأخرى إكس بيكس نصور أنه قادر يعمل سبليت بوش نصور أنه في أي أول إن قادر أنه يفوز قريب زادة يوصل اللفل 11 تصبح الألتميت أقوى وأقوى ويزيد معها تصبح الألتميت بطبيعي شكل مشاكل بالنسبة إلى الصخرة إلى التنك أما في نفس الوقت الآن أصبحوا ثنين تنينين من نصيب تي بييل هذا يفرض على فوكس جيمينج أنهم يعملوا كونتست الثنين الثالث لما حالة أوكي ممكن يعطيوه للتي بييل لكن ما تحبش تحط نفسك في السول بوينت مصحية هذا درافت هيرلد تروح تصالح فريق فوكس جيمينج من دون أي منازع نفرايو في الطوب تحطي حتى تحطي أحضر تحطي نفس الشايبش يكون عليه تركيز كبير من شادو وولكر ربيعينه لوناتك هذا الريبلاي ناروكيا قام بالروم ولكن صعيبة قوة مالفايت وشوف لان الانجاج في كل موجود من هذا الركان واقشي الكل من الانسان انو يكوميت على فكرة رغم انو ثلاثة لاعبين كانوا قراب من البرش جيلي فيش لكن الكوميتمنت معها دابل مانسليب يعني شفت الومبو كومبو ممتاز كانسل صار لالفايت سيلد متاعك هزان الأول حق التنصيق اللي صار خاصة ما بين الركان والليليا كراوت كونترول رهيب جدا ومنع من انهم واستعالب من انهم يتحركوا ويتخذوا القرارات صحيحة به الى حد الان بعد البلاي هذيك الحق مازال ما صار حد شيء وحط البلاي هذيك سموت صارو فيها كانت اثنين كيلز يعني الى حد الان مباراة خلينا نكون عقيمة شوية من جهة اول مرة المصري يكون بطريقة الهربية ما ما تحسها بش تنفجر على قريب عارف تزيدهم ثلاثة أربعة دقائق يصيروا عاخرين كل في دقيقة على ما بدو تفجرت في المد خلينا نشوف كان في نجاج على مدو بين بيرفكت يكون فيه سليف موجود من تيلف لورد يكون فيه فولو أب هذا الريفت هيرولد يبوش باك لعب تيلف لورد ينظم لهذه التيم فايت يفتح الريت تارجت لونة تيك يموت عكذا لوش بي يفتح الالتمة ممكن ياخذ الكل ولكن يموت وفريق تي بيل بيتو كيلز أو تريبل كيل اكشي اللي صالح فريق تي بيل مرة أخرى هم اللي يفوزوا بالتيم فايت الأول عملية خاصة الالتمة اللي استعملها تيلف لورد بحثت لهم الكثير والكثير من الوقت لأنه كان ممكن أنهم يتفجروا تحت البرج متاعهم ولكن الذئاب والثعالب كانت نائمة ما كانوش قادرين يفعلوا أي شيء أنا الحق خفت على تيلف لورد من الريفت البوش باك اللي عمل هالو جابوا فيه أحضان فوكس جيم كل صييس سيد راح فيها لكن المشكلة حسب رأي أنه فوكس جيم استعملوا الكثير من الكولداون متاعهم من دون أي نتايج فا أول ما انتهى سليب أول ما انتهى تستوبوتشز وبداية نصف الثاني من الفايت تي بيل كان مدججين بالأسلحة كان عندهم كل ما يلزم شي يفيني شيو هذا الفايت وين يولتي توشيرو اتوحشتها شفتها مرة باركة في الجيم هيا معا على شادو ووكر حتى في الفايت اللي فيت ما شوفني شركوية من توشيرو غريبة شوية ولكن إذا لاحظت الفايت الأخيرة اللوناتك كلا عادة كان اوت زوند من الفايت كان عليه تركيز كبير من انسان وبعده شفنا تركيز كبير من انسان تحس انه اللوناتك وش قادر نلعب الجيم اوكي ترو دامج حاظم يداليوني دامج كبير موجود على انبيرفك تليقون برينجج بالضبط هذا اللي كنت انتوقع فيه دابل من النوكب يليها نوكب اخر موجود من انسان واللوناتك في عداد الموتى ناروك هي الضحية القادمة وكال عادة تي بيل يستغل الكمبوزيش متاعه احسن استغلال وتيم فايت يفوزوا بها في اروع توقيت لانه تنين الثالث الووشن سول بوينت يجلي فيش يسالح فريق تبيال ابتسامة شادو ووكر تلخص كل شيء الحق يعني كان غير عادي بالطبيعة كان هو الطعم هو البيت ولكن نسوق حظ اكذا نوقع في هذا الفخ كان ولا اروع يخرج عمك ام بيرفكت يدخل عليهم انسان الانسان تلي هذي خلي نشوفوها مرة اخرى على هذي الفايت اللي قبلها على ما يبدو اوكي الهنة يعني تقريب كيف ما شفنا استعملوا كل شي فريق فاكس جايمينج ولكن من دون اي كيلز والتمبرزيش اللي كانت خارجة من عن تيلت لورد و ام بيرفكت جدا بما انه لتحقوا بقية الشباب متاع تي بيل فريق فاكس جايمينج كان عندهم حتى شي اخر يضيفوه للفايت هذا ام بيرفكت منتاز القرار هنا من ام بيرفكت ان يقوم برينجيج والحقيقة غريبة شوي انه لوناتك وناروكيا هما الفرونت لاين خلينا نقول ما كانوا في الفرونت لاين هما كانوا سبلت على بقية لعبي فاكس يعني اكذا وتوشيروا من مكان و لوناتك وناروكيا من مكان اخر وهذا المفروك ما يصيرش لما تكون تلعب بتويتش خاصة يا جليد ديما لازم تكون محتمي وراء التيميت متاعك وما تكونش غروبت خاصة انه التيميت من مالفايت ونفتاكة منعرش جلي مزاننا نستنيه في فاكس مش موجودين الجيام اذا الحقيقة ومزاننا نستنيه في توشيروا هل يقدر بالفارمينج والسكيلينج اللي عنده خلينا نقول يقوم ببرست على اللاعي بي تي بي ال في تيم فايت قادمة وانه فعيبة جلي فيش ضده مالفيت ضده ليليا وما تنسيش لأنه الكل ما عندهم من سبيد خليتوا اشيروا ممكن يضيع الكيوز كذلك في الفايت شيلد على السيد صعب على فايت اللي بعد قل من 4 دقايق ممكن فريق تي بي ال يصبح انه السول متاع الاوشن وذيب شي صعب جدا جدا الفايتس على فريق فاكس جيمينج صحيح قلنا انه السكيلينجم على ما يبدو افضل اللايت جيم اخطر لكن على ما يبدو اللايت جيم هذا مهوش يشوفوه فريق فاكس جيمينج تي بي ال متقدمين طريقة مريحة الى حد الان نحكيه على ثلاثة دريكس كما قلنا نحكيه على ثلاثة تاورز تطبيب الان اخوص تي بي ال شنون الحل هنا على ما يبدو تي مفايت لازم تلعب بير فاكس جيمينج كما قلت انت المرة هذي مش في الاتفادة اخوه ناروكي او توفوزيشين عنده الفلاش ولكن لان يكون قادر ان يستعمله يموت وذا نوكاب حاضر انو بير فاكس جيمينج مرة اخرى ويموت لوناتك دي جا فو كم من مرة تشيروا يستعمل فلاش رغم انه مكنتش في طريقه اتوقع ولكن فريق فريق تبيال بي إيزيكيو تو إيزيكيو تييم كامب تمكن أن يأخذ لعبي فوكس بكل سهولة من دون أي تعب عنده الامبيرفكت فريتانك لجلي فيش ولان البارن العشر مجاني لفريق تبيالي اللو ما عليك سموت لما حالش بكتبو ديجا ووه دخلني مكش انجليزي خوي تعلم الفرنسيين بطقني الفرنسيين اوه يا اوه يا فرنسيين اوه يا فرنسيين اوه يا فرنسيين وهكا أصبح الآن البارن ملك طريقتي بي إيه وآخيرا تحقق حلمك سموت شوف تارك ويم على كل حد مصر الشي شميل جيمز بتاع اليوم الكل تقريبا ستمب جلي فيش اللعب عال و جي كي غريبة لحقيقة والله يمشعر تطور حتى لبعدها نفس الشي لا لا نوفس وجي جي لا لا марتج صعيب بي تطور اوه موسيق CivR ما داخل الأهماسي hacer وخلاص خذي كله اسيست اللي كان يحتاج وشادو والكر عليه جولد باونتي نفس الشيء مسمى التيلت لورد فريق تي بيل الحقيقة قاعد يلعب على الريين كونديشنز بأتم معنى الكلمة ايه اكس بيكس مازال فارمينج من البداية المباراة هو تشيره ما نعرش الحقيقة الى اي وقت هذا بشيء ممكن جلي فيش الحل وحيد انه تشيره يدخل في لعبة تي بيل يموت ويلعب على الباسف هذا ممكن حل من الحلول متعاودين نشوفوا البلاي ستايل ملكان بسرق الحق زادة ثم مسؤولية كبيرة برشة على عاطق اكازان يعني تقريب هو الوحيد اللي قادر انه يدخل على الباك لاين باستثناء الالتمايت نتعلوناتك بالرينج الشاسع متاعه ولا لا يعديهم المرة هذي مش مشكل شباب اميز الفايت الحقه مش صير اصعب واصعب الان لانه الفرونت لاين بتاع تي بيل بي في بطريقة مخيفة جدا للامبرفكت وشادو ووكر موفن سبيت حاضرة بهذه الكيولي امبرفكت مش ممكن يعني حتى محاولة البيك على امبرفكت كانت فاشلة بنسبة اللاعبية فريق فوكس وهذا الاوشن سول مش يكون بكل سهولة يعني هذا الحل اللي كان بالنسبة لفريق فوكس انه يتمنيوا يأخذوا الكيل على امبرفكت وخليوا يكسبكسي بوش ممكن على الاوتر تيرت ولكن امبرفكت على قائد الحياة استعمل الالتوميت الجلي فيش ربح الوقت وفريق تي بيال بلاوشن سول غريبة الحقه ما تصورتش اوكي يعني قلنا التنين الثالثة ما نحبوش نشوفوا فوكس جايمينج يعطيها بكل سهولة من سوق حظم صار فايت قبل التنين ماتوا لكن حتى الدرايك هذا تحسهم من الاول استسلموا سموث محبوش يعملوا كونتست ابدا التجهو الامبرفكت حاول يأخذوا عليه كيل يعني من الاول سلموا فيه الدرايك هذا هل انه هذي علامة الاسلام؟ هل انه هذي علامة الابيض؟ يخرج مع فوكس؟ كان ديسبرت بلاي من فريق فوكس انو يجيب الكل علام بيرثيك يعرف انو مستحيل كونتست السول ولقيقة مباراة تبدو صعبة جدا ولكن جيلي فيش هنا جني سؤال بيالي طوى خلينو فرضوا ميرف و اكاشي هما اللي لعبوا وبنفس الشامبيونز فيورا و يوني بصراحة مش عارف مش عارف اذا مش تتبدل السيناريو هذي مباراة 100% لكن للأسوأ ولا للأفضل هذا هو السوء جيد جيد يلا انا قادر يقدم فوكس جايمينج في هذه الدقائق الاخيرة من المباراة المشكلة حسب رايان اسموث انهم الى حد الآن مازالوا ماخذوش تير 1 في الميد فوكس جايمينج وهذا يعطيني فكرة انو على ما يبدو الماكرو بلاي مش احسن ما يكون اللي هنا يمكن مش واثقين في قدرتهم انهم يجتمعوا و يفورسيوا 5v5 لكن بقاء هذي تير 1 في الميد على لقاء الحياة في دقيقة 25 سموث حقي خليني نطرح الكثير من الاسألة صحيح فريق فوكس تقريبا غايب على طوال هذي المباراة فمش اي بروكتف بلايز اوكي اوكي نعرف انو كارتوس سكيلينج تويتش سكيلينج ولكن مازالنا انتظروا في دقيقة 25 بعد ما تي بيال اخذاء اوشن سول اوكي اتليست فوكس اخذاء وهيرلدز ولكن الحد الآن مش قايمين باي ادفانتج حتى من ناحية الجولد طبع لافلي صرح فريق تي بيال اوكي عنا فيورا سكيلينج وعندها بريزنس رهيبة من ناحية التوب وضغط موجود لكن لاحظة الآن ما كانش مختر باتاتا نيكس بيكس على فريق تي بيال ركوي مالكة كانت اوكي بفورس اوكي اوكي لا نحكي على الزيرو دامج اللي صار على الآن مع الحالة مالفايت ايح او في العادة ما تصير ركوي من الناس الكل تحبس انفاسها مانعين ركبي قصة واشينا المن Evening لماذا اسك الا تفاع وأنهم يعملوا فرص لفايت تشيروا عليه فوكس كبير وما توقعش أنه حتى لما يموت قادر يقوم بدمج كبير لا أعلم لازل ميكس بيكس ممكن يحاول يقتل أم بريفكت ويخلي الضغط كبير يصير على السايد لين أو ممكن حتى يحاول يجنور مالفايت ويحاولون يدمر برج الثاني مش عارف مش عارف يبين عندهم كنترول رهيب على الماب وقدرين ينجيش في أي وقت ويخرجوا بكلز من دون ما يموته المشكلة بالنسبة لفوكس هو أنه كذلك لم يكن لديهم أيضا تقريب لونتيك متأخر بأيتم كامل على أريو ومرة أخرى الآن فريق فوكس جايمينج مش قادر أنه يعمل كونتست على أي شيء لا سول لا بارن والأخطر حسب رأيانا والمخيف في الأمر هو بعد أثنين طائق يظهر الألدر دريك وإذا كان فريق فوكس جايمينج مش قادر يعمل كونتست عليه ما هو الفرق ما بين أنك تعمل أوه يبقى على قيد الحقيقة ولا أن الفلاش موجود أهدو شيرو يضيع الفلاش لازم تقف بالطبيعة لازم تقف ما فهميش ما عليها بعد فلاش هذي خلاص يدعي لخص قصة فوكس جايمينج في هذه المباراة تشيرو فارمينج 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 بعد عمل ميس للفلاش أهدو شيرو أوكي يا خائبة المصعب يا خائبة المصعب بالضبط تبيال بها البرنشر قادرين هين المباراة تجيلي فيش أهدو شيرو أهدو شيرو يا ناروكيا يا ناروكيا وين في هذه المباراة قلت خيرا شوفنا ناروكيا وكامباك وفي الآخر يعملي فلاش ودريج لاين على منيون يلا ممكن ممكن يساعدوا تي بيال يخرجوا من قاعد ترتيب سموفي أحب يعملون مديني سموفي ممتاز موجود مرة اخرى بيرث رهيب من فريق مباراة دعوني نكمل نعلق دابل من نكات موجود تو شيرو يموت مرة اخرى كازانسا يرجع لما كنه الاصلي ولكن نكسس يدمر قبل هذا 15 واحد ملمات من فريق يفوز بالدربي المغربي بافضل وجه ممكن وافضل صورة لفريق مرة اخرى مبروك لهم وهارد هرد لك لفريق فوكس جيميك لحق سموت لا نحب ننقص من قيمة فريق TBL لكن ممكن التغييرات هذه اللي قاعدة تصير في الروستر يعني في ظرف يومين أربع بلايرس تبدلوا وكذا ممكن الشي هذا عنده تأثير أما ما نحسوه شي بر الشي هذا الكل اللي صار في الجيم يعني لحق كانت جيم غريبة ما فهمت حد شي من أولها لآخرها لأحد الآن مخيم الزيل يستوعب كيف اللي قاعد يصير نعرش كنا قادرين جلي فيش نحكيه على إكس بيكس وكذا كل مرة نجبدو حكاية ونحكيه عليها والمبارات كانت من دون كيلز في الأرلي في الميد بعدها TBL يعني يستغلوا الانجاج بطريقة ممتازة وفوكس ما يجاوبوش فوكس مش قادرين يجيبو فوكس مش قادرين يطبعو ويفولو على اللي صار في الجيم وفي الآخر شوفنا معنى الفلاشز من تشيروا ومن ناروكيا يفسروا مدى حضور اللاعبين صراحة في هذه المبارات جلي فيش بطبيعة الحال ما غير استنقاص اللاعبي فوكس ولكن كانت مبارات يعني سيئة للغاية صراحة من الفريق سطومب من TBL يعني دايما في دربي مغربي دايما تحب تشوف انه كلا الفريقين حاضرين وما يذب بيتر تيم وينز ولكن اليوم شوفنا TBL سطومبنج صراحة في هذه المبارات جلي فيش مرة أخرى هارد لك لفريق فوكس ومبروك لTBL أعزائنا مشاهدين هذه كانت المبارات الرابعة اللي انتهت نعود للستوديو التحليلي مع نيو فولدر ليجين و بارلاي